اشتركوا في القناة او في النسخة اللي فاتت خسر على ارضه بس كانت من النادي الاهلي بيكرر نفس الموضوع وبيخسر برضه على ارضه في زهاب قبل النهائي على ارضه لكي المراضي من كايزر تشيفز الاهلي برضه بيكرر نفسه انجازه لحقه وفي الدور قبل النهائي من النسخة الاخيرة من دور الابطال وبيفوز خارج ارضه في قبل النهائي بس المراضي على الترجasil تونسي بدلا من الوداد المغربي حقيقة يمكن كل الاراء بتقول انه البطاقتين لم يحسم حتى اللحظة يعني الحقيقة يمكن توقع ان المواجهات الجاية صعبة وبالتأكيد من الممكن انها تغير نتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي وهنتكلم على فرقتنا اللي رجعت النهاردة تتمرن تاني وتبتدي استعداداتها من جديد للقاء العودة اللي ان شاء الله بإذن الله هيكون على ملعب الاهلي والسلام في الساعة تساعة بتوقيت القاهرة يوم السبت اللي جاي كلام كتير طبعا عن استعداد النادي الاهلي وعن المباراة وعن الطريقة اللي ممكن ميستر موسيماني يلعب بيها النهاردة وهيكون ضيفنا واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين طبعا كابتن احمد نخلة شرافنا النهاردة في السادسة معنا كمان لويس بوامارتي نجم الارسنال السابق ونجم طبعا البرتغال عشان نتكلم على اليورو الحقيقة واسوف انها هي وكوفة امريكا حافلة بالمفاجئات هنتكلم في تفاصيل كتيرة جدا قبل ما ندخل بس في موضوعات حلقتنا واقول لكم اكلمكم على نتاج اليورو على موضوعات النهاردة يمكن من يومينز اللي امتابع السادسة كان معنا تامي مولر نيلسن الحقيقة يمكن طبعا كلمنا معاها طبعا واحد من نجوم الدنمارك وهو بالمناسبة كمان وانا قلت ده في اسناء استضافتنا لي في السادسة انه كبير كشافي المان يونيتد كلام الحقيقة يمكن كان كتير على آليو تزانج وغيره من نجوم النادي الاهلي عروض كتير جدا واسمعنا عن اهتمام جارة سرايب بأفشة وبشكتاش بمحمد شريف وغيرهم وبدر بنون حتى دخل كمان على الموجة واسمعنا عن عروض من النصر السعودي وكله الحقيقة كلام مرسل ملوش اي اساس مصحة من ناحيتنا كنادي الاهلي النادي الاهلي ما حصلش معه اي تواصل فيما يتعلق بأليو تزانج زي ما تقال واتنشر والحقيقة يمكن الخبر لما بيتنشر يبقى زي النار في الهاشين كل الناس بتاخد من غير ما تتأكد كلام على انه فيه تمام من من يونيتد بأليو تزانج الحقيقة طبعا أليو تزانج لعيب مش هتكلم عليه انا اتكلمت عليه كتير جدا على مدار الموسم وهو لعيب بمواصفات ومقاييس عالمية يستحق ومتستغربش لو لعب او تلقى عرض من اكبر اندية اوروبا ريال مادريد من سيتي باشلونة لعيب الحقيقة امكانياته كبيرة جدا وده شيء الحقيقة يحسب للنادي الاهلي في قدرته على اكتشاف المواهب في القرى السمراء او غير القرى السمراء حتى او انتدابها ويحسب كمان لأليو تزانج اللي بيقدم مستوىات اكتر من رائعة واتطور بشكل كبير نادي الاهلي يداله مساحة الحقيقة كبيرة جدا ويطور من مستوى بالشكل اللي يخلي كل اللي عندها كبيرة تبع عندها رغبة في التعاقد معاه لكن احنا كمان تواصلنا زي ما قلت انه الاهلي لم يتلقى اي اتصالات من منشستر ينايتد بخصوص أليو تزانج وكمان تواصلنا مع مولر نيلسن كبير كشافي منشستر ينايتد اللي كان لسه موجود معانا من يومين وسألنا عن حقيقة الموضوع وراجل نفى تماما ان في اي اهتمام بلاعيبة اساسا في مركز أليو تزانج مش بس بأليو تزانج كلاعب لكن نفى اهتمام منشستر ينايتد بدعم المراكز دي في الفريق وقال انه اذا كان في اهتمام في ما يتعلق بانتداب لعيبة من افريقيا هيكون هو المسؤول الاول والوحيد عن الجزئة دي فحبينا الحقيقة يمكن نأكد او نصحح معلومة يمكن انتشرت في توقيت بشوفه صعب جدا صعب تكون فرقة دخل على مباراة حاسمة ان شاء الله توصلها لنهائي دولي الابطال ويكون فيه كلام كتير ممكن يبرجل وممكن يخرج للعيبة عن تركيزها طبيعي لعيبة لما تسمع عن عروض خصوصا بانداب حجم منشستر ينايتد ممكن ده يأسرع تركيزها لكن ان شاء الله بإذن الله كلنا ثقة فيه لعيبة النادي الاهلي